بداية هل هناك أغذية ممكن أنها تؤدي لأنه الشخص مثلا يوصل للألزهايمر قبل ما نحكي أنه إذا في أغذية بتساعد بشكل عامل غذاء بشكل عامل أساسي ورئيسي في إما الحد من تطور مرض الزهايمر أو أنه نحن نقي أجسامنا من تطور هذا المرض والعقل بشكل عام من أنه يصير في عنا الزهايمر أكتر دائما كنا هيثم إحنا زمان نفكر أنه عادة إحنا بنكتسب خلايا دماغ جديدة خلال فترة الطفولة وكمان خلال فترة الصغر نعم فإحنا كنا نفكر أنه إحنا بنظل بعدد خلايا معين للدماغ خلال كل هاي الفترات ولكن الدراسات الجديدة عم تحكي عن ما يسمى لنيوروجينيسز واللي هي إنتاج خلايا جديدة بالدماغ هذا دراسة جديدة هلأ عم تظهر والعديد من الدراسات عم بتركز على فكرة النيوروجينيسز واللي هي إنتاج خلايا دماغية جديدة وقدرة الدماغ على أنه يجدد الخلايا اللي فيه نعم طبعا هاي القدرة ما بتكون أد ما بتكون خلال فترة الصغر ولكن هاي الدراسات كتير مباشرة وعم بتعطي الأمل للعديد من الأشخاص اللي معانين من مرض الزهايمرز بحيث أنه لما عملوا هاي الدراسة أجريت هاي الدراسة على 200 شخص أصابوا بي الزهايمرز وكانت الدراسة مبنية على فكرة الصيام المتقطع وتأثيره على مرض الزهايمرز نعم كيف نعملت هاي الدراسة؟ كان عندنا المشتركين بالدراسة قاموا بتقليل 40% من السعرات الحرارية المستهلكة من قبل هذول الأشخاص وأستموهم على فئتين مئة منهم أخذوا السعرات الحرارية الأقل ولكن خلال فترة الصيام المتقطع يعني أكلوا لمدة 8 ساعات و16 ساعة متنعوا على الأكل والفئة الثانية يعملوا الصيام المتقطع بطريقة مختلفة بحيث أنه بس عملوا تقليل للسعرات الحرارية بدون وقت معين لتناول هاي السعرات الحرارية نعم بنهاية هاي الدراسة جميع المشتركين بهاي الدراسة كان عندهم تحسن بالساينابسز واللي هي أديش الجسم بينقل النواقل العصبية عنده وقدرة الدماغ على تجديد الخلايا الموجودة فيه وأثبتت الدراسة أنه التنين كان عندهم فوائد غذائية من اتباع الحميتين الغذائيتين إما أنه فكرة أنه نحن نقلل 40% من السعرات الحرارية المتناولة وناكل هذول السعرات الحرارية خلال 8 ساعات أو أنه فقط نعمل على تقليل الأكل خلال ساعات اليوم نعم ولكن بنتيجة الدراسة الأشخاص اللي كانوا مرتاحين أكثر باتباع النظام الغذائي هن اللي أخذوا السعرات الحرارية خلال 8 ساعات لأنه حسوا أنه أنا أوكي بامتنع عن الأكل ولكن بـ 8 ساعات باكل براحتي الفئة الثانية يحسوا أنه أنا طول الوقت مضطر أني أنا أمتنع عن الأكل ومضطر أنه أنا أقلل من السعرات الحرارية وكان في بعضا ما ضغوطات من اتباع هاي الحمية نعم فبالتالي هذا الإشي بيعطينا مبشر جديد أن الصيام صحيح أنه هو مذكور في العديد من الأنظمة الغذائية وكمان الديانات ولكن كمان هو بساعد بفكرة أنه نحن نقدر نقلل من تطور مرض الزهايمرز عند الأشخاص وبنفس الوقت يعطينا دافع جديد أنه نحن نقدر أن نرجع نجدد خلايا الدماغ بطريقة أو بأخرى نعم حين الإصابة بالزهايمر رند هل هناك أغذية ممكن أنها تساعد أنه نحن نرجع؟ أوكي هلأ في العديد من الأغذية التي نركز عليها لما ينصاب الشخص بالزهايمرز وبالأخص الأغذية المليئة بمضادات الأكسدة أولا بالإضافة للأغذية المليئة بالزيوت الصحية ليش إحنا منركز على مضادات الأكسدة؟ لأنه عندي الدماغ هو أكثر عضو موجود عندي بالجسم متراكم عليه دهن هذا عشان نحن نعمل كوشننج لهذا الدماغ ونحمي هذا الدماغ فهو فيه أكبر نسبة دهون متراكمة حوله زيادة تراكم هاي الدهون على الدماغ بتأدي إلى زيادة خطر التأكسد عندي بهاي المناطق لأنه علما أنه التأكسد بصير بالمناطق الدهنية فهذا الإشي بزيد خطر التأكسد عند الأشخاص لما بنحنا بناخد المضادات الأكسدة على شكل يومي إن كان من الخضروات، الفواكه، الحبوب، البقوليات، الخضار الورقية أو حتى على شكل مكملات غذائية إحنا بهاي الطريقة عم نقلل من وجود الجذور الحرة وبالأخص حول الدماغ فبالتالي بحمي خلايا الدماغ لفترة أطول هاي أول شغلة، ثانيا إحنا لازم نركز على كل الأغذية اللي بتساعد على إعطاء الجسم الدهون الصحية من ضمنها الأوميغا 3 وبالأخص ما يسمى الأي بي اي والدي اتش اي عبارة عن أحماض أمينية مهمة للجسم غير قادر على إنتاجها وإحنا بنحصل عليها من الأسماك الدهنية أو بنحصل عليها من المكسرات وبالأخص من المكملات الغذائية اللي بتحتوي هاي المادتين الفعالتين هدول المادتين بشكل خاص الموجودين بالأوميغا 3 اللي يسمى الإي بي اي والدي اتش اي هن الأهم لتجدد والحفاظ على خلايا الدماغ فأنا اليوم بس أروح على الصيدلية بدي أشتري مكمل غذائي من الأوميغا 3 ضروري جداً أنه أنا أقرأ اللوائح الغذائية بحيث أنه يكون فيه محتوى عالي من الإي بي اي والدي اتش اي وكل ما كان محتواهم أعلى كل ما بعود بالفائدة أكثر على الجسم طبعاً من نركز على الجوز، الجوز تعرف هو شكله مثل شكل الدماغ فهذا بيعني أنه هو عم بيعطيني نسب عالية جداً من مضادات الأكسادة من الأوميغا 3، من الدهون الصحية اللي بتساعد على ترميم الدماغ والحفاظ على الطبقة الحامية ما حوله وبالتالي أنه إحنا منحافظ على هاي الخلايا لفترة أطول نعم، رند لأي درجة ممكن أنه نحن نحافظ على صحة الدماغ قبل الإصابة بأمراض مثل الزهايمر فوق ما تتصور فوق ما تتصور عن جد، تعرف 70% من الأمراض اللي إحنا مننصاب منها سببها أو المسبب الرئيسي هي النمط الغذائي الخاطئ السكر هو أكثر مفعل للعمليات الكيميائية اللي بتحصل عندي بالجسم وبينتج عنها الخلايا الحرة اللي بتعمل على تآكل الخلايا الصحية كل ما أنا بأكل سكر أكثر كل ما للأسف رح يكون في عندي خطر الإصابة بالزهايمر أكثر كل ما هذا الإشي رح يضر العقل ويؤدي إلى ضمور بالعقل فأنا الفكرة هون أنه نحن هيثم خلال سنوات الصغر من ما يصير الطفل عمره سنتين أصلا خلال عمر السنة إلى سنتين بيكون أكبر نمو للدماغ بهاي الفترات إذا أنا باهتم بالطفل بيعطيه مكمل غذائي الأوميغا ثري وبعطيه غذاء صحي من ضمنه الأفوكادو، المكسرات، الألبان، الأجبان كل هاي الأغذية وعنجد بقلل استهلاك الأطفال للسكر هاي العادات الغذائية اللي رح يكتسبها وهو صغير رح تستمر معه على كبر في أطفال كتير بتشوفهم بيلجأوا دايماً للسكريات على عكس أطفال متعودين على الفواكه متعودين على الأسماك مرة إلى مرتين في الأسبوع متعودين على أخذ المكملات الغذائية من الأوميغا ثري فبتشوفوا هذا الشي بيكمل معه وبيستمر معه على نمط حياة وبالتالي هذا الشخص أكيد رح يحافظ على خلايا الدماغ لفترة أطول من الشخص اللي للأسف ما عم بيهتم بنمطه الغذائية نعم تصديقاً لكلامك رند بجزء مع الوقت أنا فعلياً صرت أشوف وأفهم أنه من أصدق من حكى في موضوع التغذية أنه يو آر وتو ايت طبعاً فعلياً فعلياً هذا شي حر في درجة الواحد كل الإنعكساته النفسية ووضع جسمه ووضعه المعنى ويخليني أحكي وشعوره كيف حاسس مع جسمه كله من الأكل والسعادة وأدي أنا جسمي بيفرز هرمونات سعادة وأديش عندي العقل مرتاح وأديش العقل بيفرز دوبامين والسيروتونن هرمونات الراحة تعرف أنه 50% من الدوبامين اللي يفرز بالجسم هو يفرز من قبل جهازنا الهضمي نعم في عندي العصب المبهم اللي هو الفاغس نيرف هذا عبارة عن هايوي ما بين المعدة أو ما بين الجهاز الهضمي والدماغ كل ما أنا باكل أغذية صحية أكثر كل ما جهازي الهضمي مرتاح أكثر كل ما البكتيريا النافعة اللي بجهازي الهضمي شغالي أحسن كل ما هذا الشي بعود بالفائد على الفاغس نيرف وبالتالي هذا الشي بيرفع من هرمونات السعادة وبالأخص الدوبامين هرمون الراحة الاسترخاء وهو كمان هرمون قابلية العمل وقابلية تجدد الخلايا بالجسم وأديش ممكن الشخص يكون في عنده قدرة على التعلم الكوغنيتف لرنج تمام تمام راندي ديسي شكرا جزيلا إليك شكرا إليك شكرا إليك شكرا على المعلمات لهم